فسئل النبي صلى الله عليه وسلم تعرفهم ازاي النبي بقول للصحابة انا فرطكم على الحوض النبي بقول للصحابة انا حسبأكم حلق الله و بعدين انتوا هتجولي و هنتقابل عند الحوض النبي بيشرح كده عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة انا فرطكم على الحوض انا هنتظركم هناك عند الحوض قالوا له طيب يا رسول الله طيب احنا شفناك و عارفينك وقال انت عارفنا اخوانك بقى وحبيبك اللي انت مشتقلهم دول اللي امنوا بك ولم يروك وانت حتنتظرهم عند الحوض عشان تسقيهم بيدك ودخلهم الجنة تعرفهم ازاي صحيح صحيح قالوا النبي كده كيف تعرفنا يا رسول الله قال لها دي حاجة بسيطة احنا مش الامة الوحيدة اللي راحين الامم كلها راحة وناس كتير جدا في ارض المحشر البشرية يعني فاصعب يقولوا النبي هتعرفنا ازاي يا سيدنا النبي هتعرف حبيبك ازاي وهتعرف اخوانك ازاي فقال ايه ارأيتم لو ان رجلا النبي بيدينا مثال وشوفوا زكاء النبي بيدي مثال من واقع العصر من واقع الناس دول ناس عرب عندهم ايه عندهم الخيل بتاعتهم والقبل ولو بيرعوا غنم وعزكم الله عندهم كلاب الحراسة دي مفردات العصر بتاعتهم فالنبي قال لهم طب انا اهدكم مثال بقى عشان تعرفوا انا هعرف اخواني يوم الايام ازاي وحبيب اللي امنوا بيه ولم يروني هتعرفهم ازاي سيدنا النبي قال ارأيتم لو ان رجلا له خيل غر محجلة واحد عنده خيل فيها الغرة والتحجيل هنعرف يعني ادي الوقت بين ظهراني خيل دهم بهم لا واحدة واحدة انا بقول للصحابة انت عارف فيه خيل تلاقي يعارف الادهم دهم ايه الدهم ده ايه الدهم البهم ده الخيل اللي هو شديد السواد ما فيهوش نقطة بيضة حتى عنطر ابن شداد وهو بيتكلم في المعركة بتاعته وبطولاته وامجاده بيقول يدعونا عنطر والرماح وكأنها اشطان بئر في لبان الادهمي الادهم اللي هو الفرس وليه ادهم لانه ما فيهوش نقطة بيضة مسويد الرجل الادهم اللي هو الرجل الاسود شوف فالنبي بيقول للصحابة لو فيه واحد عنده خيل غر محجلة الغرة اللي هو البياض البياض في الجبهة والتحجيل اللي هو البياض اللي في قوائم الفرس فالنبي بيقول لو فيه خيل كتير قوي 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 بهم دهم خيل سودة وواحد له خيل في قلب الخيل دي فيها نقشة بيضة علامة بيضة في جبهتها وفي القوائم الاربع قوائم بتوع الفرس الرجل ده يعرف الخيل بتاعته قاله اه طبعا يا رسول الله قال هو ده دي العلامة اللي هاعرفكم بها يوم القيامة ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل بنتوضى بنغسل وشوشنا وبنغسل ايدينا وبنغسل رجلينا فحنيجي يوم القيامة وشوشنا منورة يا رب بفضل وكرم منك والقوائم بتاعتنا اعزكم الله الايديين والرجلين منورين ده اسمه الغرة اللي بتبقى العلامة اللي في الجبهة والتحجير اللي بتبقى في القوائم فالنبي يقول فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل يبقى نتوضى دايما تبقى على وضوء ما استطعت يستثنى من ذلك اهلين ذوي الاعذار اللي عنده مشاكل في المثانا والسلس البول والحاجات دي كلها واللي عنده مشكلة في القولون والغزات ده مستثنى من ذلك احنا بنقول فاتقوا الله ما استطعتم يبقى ده دي العلامة للنبي الاشارة العلامة للنبي يعرفنا بها يوم القيامة ايوة من كثرة رضوء